كما أكد وزير الخارجية سمح شكري أهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطع غزة وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للقطع أشهد وزير الخارجية خلال كلمته في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسية بمواقف روسيا المتزنات تجاه القضايا العربية وموقفها بمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة كما جدد شكري رفض مصر لتهجير الفلسطينيين داعيا المجتمع الدولي للتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عمليا إلى هذا التهجير وأعرب عن التطلع والاستمرار الدعم الروسي للمواقف العربية والفلسطينية الرافدة للانتهاكات الإسرائيلية مؤكدا على ثقاته التامة في قدرة المنتدى العربي الروسي على الاطلاع بدوره كمنصة مهمة لتطوير العلاقات وتعزيز الشراكة بين الدول العربية وروسيا وكذلك إيجاد وتحديد أولويات ومواقف مشتركة للقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر